بالنصر كده شاف الخناءة ما شافش الإساءة شاف الخناءة يعني هو لو كان شاف الإساءة كانت تفرق الـ 500 ألف جنيه ده اتطبق خلاص؟ اه طبعا اتطبق خلاص ومن اللاكي تقصي شريف ان قرارات اه اه او اللائحة بتاعة رابط تجنيه المسابقات اه كانت عجزة عن توقيع اقوبة اكثر على تحتين الشحات واعتبرت ما ورد وابقت اللائحة تلوكا غير رياضي فبالتالي ده اقوباته مباراتين اقاف وآه غرامة 20 ألف جنيه لان المرائب بالنصر كده شاف الخناءة ما شافش الإساءة شاف الخناءة يعني هو لو كان شاف الإساءة كانت تفرق طبعا بالنسبة له هيعوقع عقوبة اعمة اه طبعا الالفاظ كانت طعبة جدا لكن في النهاية الربطة اتخذت قرارا وعشان كده بعض الناس كانت بتتسائل هو ليه لجنة الانضباط لم تتدخل طالما اتخذت لجنة المسابقات قرارا فأصبح يعني وجود لجنة الانضباط امر لا اما حل لهم الاعراب اللجنة المسابقات يجب بها لجنة الاستئناف وهي اللجنة العليا في اتحاد كرة القدم وقراراتها تفوق قرارات مجلس دارة اتحاد الكرة فبالتالي اصبح الامر في يد لجنة الاستئناف وانا طلب منها التدخل وبالفعل برامة تقدمة تظلما الى نجلة الاستئناف وتيتم النظر فيه بعد عشرة ايام وفقا لللاقاح الفيديوهات واجتمع معلقة التخطيط ويعني عايز اقولك بمنطقة صراحة انه بعد ما يعني غضب كاتل خطيب ان الكلر نفسه اصابه الفزع من رد فعل اللعب بتاعه لان من الورد ان انت تتعرض لمضايقات لاساءات خاصة ان انت لعيد كرة كبيرة وبتلعب منتخب مطر ممكن يحصل دفل كرة كبيرة ومطرش مؤثر سواء لبلدك او لناديك لا ويبقى برضو عندك رسالة واضحة ومهما كنت يعني ليك سطوتك المهارية وانك راجل اللعيب كبير لازم تكون قدوة والتجاوز ده هيكلفك هيكلفك غالي طبعا موسيقى موسيقى